ميد بريس تقدم أبرز العناوين اشتركوا في القناة وتفعيل زر الجرس لتوصلك بالجديد يوميا الرجاء ينهي تحضيراتي لمواجهة زمالك واسلامي يضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة أنهى الرجاء رياضي تدريباته استعدادا لمواجهة زمالك المصري اليوم الأربعاء بداية من الثامن مساء ضمن إياب نصف نهاء دور أبطال إفراقيا وخاد لاعب الفارق المغرب حصتهم التدريبية الأخيرة مساء الأمس على أرضية ملعب القاهرة الدولي وهي الحصة التي خصصها المدرب جمال سلامي لوضع اللمسات الأخيرة على تركيبته البشرية وعرفت الحصة التدريبية الأخيرة للرجاء مشاركة جميع اللاعبين الذين رافقوا الفارق إلى القاهرة اتدربت جميع العناصر المتاحة بشكل طبيعي في انتظار مباراة الغد الحاسمة أمام الزمالك المصري علما أن الرجاء خسر معركة الذهاب بميدانه بهدف دون رد جواد زيات رئيس الرجاء يتخذ قرار غريب وهذه تفاصيله علمت شوف سبور من مصادرها الخاصة أن بعثت فارق الرجاء الرياضي والتي توجهت إلى العاصمة المصرية القاهرة صافر معها وسيط المدرب جمال سلامي ومساعد يوسف صفري وأكدت نفس المصادر صباحة يومي الأربعاء أن الزيات أغضب بعض أعضاء المكتب المسير للفارق بعد السماح للوسيط بالصفر مع بعثة النصر الخضر حيث اعتبروا ذلك أمرا غير مقبول مصادرنا الخاصة أضافت أن نفس هذا الوسيط صافر مع فارق الويداد الرياضي في رحلته إلى مصر خلال المباراة التي جمعت الفارق والأهل المصري لحساب رقاء الإياب من دور النصف النهائي عن مصابقة دور أبطال إفراقيا الكافي اعترف بانون نسر الرجاء مدافع آنيق صلت الاتحاد الإفراقي لكرة القدم الضوء على نجم الرجاء الرياضي بضربانون وذلك قبل مباراة النسور أمام الرجاء المصري اليوم الأربعاء دمن إياب نصف نهائي دور أبطال إفراقيا واصفا نسر الرجاء بالمدافع الآنيق ويعد بضربانون حسب بورتريه نشره كاف على موقعي الرسمي عنوانه ببانون مدافع الرجاء الآنيق واحدا من أبرز لاعب الرجاء في السنوات الأخيرة وأنه قائد بالفترة ومقاتل يبهر متابعيه سواء في الدور المغربي البطولة أو في دور أبطال إفراقيا وأضاف الكاف أن بانون لعب دورا مهما في فوز الرجاء بلقب كأس الكونفيدرالي عام 2018 ولقب كأس السوبر عام 2019 ثم لقب البطولة هذا العام مؤكدا أن سرعته وقدراته الفنية جعلت منه واحدا من أكثر اللاعبين لدى جماهي الرجاء وبخصوص علاقة بانون بجمه الرجاء فيعد لاعب حسب ما نشره الكاف قائدا حقيقيا ومثالا لللاعبين الذين يقدمون كل شيء من أجل الفريق ودائما ما عبروا عن فخرهم بوجود لاعب تعلم كرة القدم في مدارس الكرة بالنادي وكتب لنفسه اسما في الفريق الأول حيث يعتبر بانون هو القائد الثاني لفريق الرجاء خلف محسن متولي وأنه بالإضافة إلى ذلك وبفضل عملي الشاق والتزامه وروحه القتالية كان قائدا لمنتخب المغرب في مشوار تتويجي بلقب بطولة الأمم الإفريقية للمحليين 2018 حين قاد أسود الأطلس نحو الفوز باللقب ويطمح بادر بانون وزملائه في الرجاء إلى تحقيق الفوز على الزمالك المصري في إياب نصف نهاء دور أبطال إفريقيا اليوم الأربعاء بالقاهرة بهدفين لسفر لتجاوز تعطره ذهابا بالمغرب بهدف واحد لسفر من أجل التأهل إلى نهاء المسابقة الإفريقية تعزيزات أمنية مشددة لتأمين مباراة الزمالك والرجاء عمدت المصالح الأمنية على تجديد مراقبتها بمحيط استاد القاهرة الدولي لتأمين اللقاء المرتقب بين الزمالك المصري والرجاء الرياضي في إياب دور قبل النهاء من منافسات دور أبطال إفريقيا وكشفت تقارير صحفية مصرية أن هذه التعزيزات الأمنية تشمل خطط التأمين العمل على تأمين دخول وخروج فريق المباراة فضلا عن تأمين طاقم التحكيم الذي يدير المباراة المرتقبة وتمتد خطة التأمين حتى نهاية المباراة وقال موقع اليوم السابع أن فريق الزمالك خاد قبل ذلك ميران على استاد القاهرة الدولي والذي شاهد تطبيق بعض الجمل الفنية والتكتيكية من أجل تطبيقها في لقاء اليوم مع خفض الحمل البداني حتى لا يتعرض أي لاعب بالفريق للإصابة إلى جانب إشراك كل اللاعبين في التدريبات الجماعية بعد نهاية البرامج التأهيدية للمصابين وعلى رأسهم تنائم حمود علاء مدافع الفريق وحازم إمام الظاهر الأيمن الذي سيعود إلى قيادة الجبهة اليمنى في لقاء اليوم على حساب صاعد أحد أحمد عيد بعد تغييبه على لقاء الدهاب بسبب الإصابة في العضلة الأمامية والتي تعافى منها مؤخرا ليصبح جاهزا لقيادة الجبهة اليمنى لأبناء باتشيكو في لقاء اليوم وكان الزمالك نجح في الفوز بمباراة الدهاب بالدار البيضاء بهدف ناضيس سجله المغربي أشرف بنشرقي خاليلوزيتش يكشف لائحة الأسود لمباراة إفريقيا الوسطى يكشف الناخب واحد خاليلوزيتش الناخب الوطني يوم الخميس المقبل على لائحة الأسود التي ستخوض المعسكر الإعدادي استعدادا للمبارتين أمام إفريقيا الوسطى برسم مباراة الجولة الثالثة والرابعة من تصفية المؤهلة لكأس إفريقيا 2022 وسيعقد الناخب الوطني ندوى صحفية يوم الخميس المقبل بداية من الساعة الأحدة عشر صباحا بالرباط لتقديم لائحة الأسود قبل مواجهة إفريقيا الوسطى يومي الثلاثة عشر والسبعة عشر نومبير الجاري تجدر الإشارة إلى أن المنتخب المغربي يمتلك في رصيده أربع نقاط بعد تعادل مع موريطانيا وفوز على بوروندي في الجولة الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكان الكاميرون النصر يتنفس الصعداء مع اقتراب عودة حمد الله أصبحت دولي المغربي عبدالرزاق حمد الله نجم فارق النصر السعودي لكرة القدم على اعتاب تجديد العهد مع أجواء المنافسات وكشفت تقارير صحفية سعودية أنه من المنتظر أن يواصل المهاجم المغربي الخضوع لفترة راحة لمدة أسبوع آخر على الأكثر قبل تجديد العهد مع أجواء المنافسات وأوضحت التقارير أن الرياضيين يحتاجون لفترة عشر أيام للتعافي بشكل نهائي من فيروس كورونا مما يحيب عودة سريعة للنجم المغربي تجدر الإشارة إلى أن عبدالرزاق حمد الله فارد نفسه خلال الموسمين الآخرين واحدا من أبرز نجوم الدوري السعودي ماركا هدف ريال مادريد غير شرعي بسبب التدخل العنيف على حكيمي نقلت صحيفة ماركا الإسبانية عن الخبير التحكيمي أندي خار أوليفر قوله أن هدف ريال مادريد غير شرعي بسبب التدخل العنيف من قبل فيرلاند ميندي على المغرب أشرف حكيمي قبل أن يسجل كاريم بن زيم الهدف الأول لصالح فريقه في الدقيقة 25 من عمر المباراة وقال أوليفر هناك خطأ واضح من فيرلاند ميندي على أشرف حكيمي الذي أعاد الكرة إلى حارس أنتر ميلال لأن المدافع الفرنسي قام بضرب ودفع الظاهر الأيمان المغربي وكان آل الحكم احتساب دربة حرة مباشرة لصالحه